السلام عليكم أهلا وسهلا بكم بالقناة اليوم نتعرف معنا على كيفية نجاح زراعة التوت في البيت التوت يحتوي على قيمة غذائية ممتازة جدا مثل أحماض والفيتامينات والمعادل الأساسية والبروتين والمواد الدهنية فمن المهم زراعة التوت في البيت من أهم عوامل نجاح زراعة التوت هي أولا التربة نحتاج لتربة خفيفة صفرة ذات التهوية الجيدة ولا تنجح زراعة التوت في التربة الطينية التي تحافظ على رطوبتها بشكل دائم لهذا يحتاج التوت لتربة ذات مسامات واسعة لتمنع تجمع الماء وتتسرب بشكل سريع أما عن الري فلا يحتاج التوت لسقايا بشكل متكرر وإنما يكفي سقايته مرة واحدة في فصل الصيف أما عن درجة الحرارة فدرجة الحرارة المثالية لزراعة التوت هي ما بين 30 إلى 35 والحد الأقصى للحرارة هو 42 أما عن طريقة زراعته فهناك ثلاث طرق أساسية أولا الزراعة بالعقل وهذا اللي راح تتعرف عليه في هذا الفيديو الزراعة بالعقل هو أكثر طريقة لزراعة التوت أكثر انتشارا ويمكن اتباعها في الحدائق المنزلية أما عن طريقة أخرى فهي الزراعة بالبذور والطريقة الثالثة هي الزراعة بالتعطيم لنتعرف على الزراعة بالعقل تعتبر الزراعة بالعقل هي أكثر انتشار بين مزارعين لسرعة نمو الثمار وتحتاج من عامين إلى عامين ونصف حتى تظهر ثمار ناضجة وبجودة عالية بشرط استخدام العقل الجديدة الخشبية وتوفير المناخ والعوامل الأساسية لنجاح الزراعة وأيضا يجب إحضار مجموعة من العقل من أشجار تنمو بشكل جيد لأن العقل ستعطي ثمار الشجرة الأم نفسها ويكون تجميعها في نهاية فصل الشتاء ووضع العقل في تربة الرملية قليلة الرطوبة ويمكن حفظها في أماكن تحتوي على الضل الدائم ويجب تقطيع العقل بطول 50 سنتي ووضعها بالحقل المناسب بعد تجهيزه ويجب أيضا أن يكون ربع العقل داخل التربة وتبعد كل عقل عن الأخرى مسافة 20 سنتي للحصول على محتويات التربة الكاملة وتجنب التنافس على عناصر الغذائية للتربة وأيضا يجب ريء العقل في الشهر الأول من الزراعة كل أسبوع مرة واحدة في الصباح الباكر ثم تصبح مرة واحدة أيضا كل عشر أيام وعندما يتعدى عمر العقل ثلاث أشهر يصبح الريء مرة واحدة شهريا فقط وتنجح هذه الطريقة بالزراعة بنسبة تتعدى 80% أما عن الطريقة الأخرى بالزراعة فتقول نسبة النجاح بحيث لا تتعدى 50% لأن من الثمار الحساسة هي ثمار التوت حساسة للضوء حساسة للماء قد وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا عجبكم المحتوى اشتركوا في القناة فعلوا جرس وأراكم إن شاء الله في فيديو اللاحق معرف سلامة